أوضح النائب محمود القطة أمين وسر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أوضح أن لجنة السياحة انقسمت إلى قسمين الأول معنى بصياغة السياحة والثاني للاستثمار السياحي أضاف النائب محمود القطة أنه تم الدعوة لوجود مؤشرات للأداء السياحي في مصر وذلك لاستخدامه في تحديد آليات تنفيذ الأهداف هو حقيقة لجنة السياحة النهاردة كانت قسمين قسم صناعة السياحة أو صياغة السياحة مرة أخرى وقسم الاستثمار السياحي وده بصراحة إجراء موفق من مجلس الأمناء في الحوار الوطني والأمانة الفنية لأن فعلا السياحة محتاجة أن هي يبقى لها الشقين مختلفين عن بعض في صناعة السياحة احنا كان لنا إجراءات محددة احنا كنا شايفين أن ما فيش مؤشرات للأداء السياحي في مصر وكنا شايفين أن ما فيش معايير لمقياس الكفاءة في هذا الأداء بنستهدف 30 مليون سائح لكن ما عندناش آليات تقول اقضي اللي نقدر نعمله من هنا الـ 2028 عشان نحقق 30 مليون سائح فكان اقترحنا ان احنا يبقى عندنا واحدة لقياس مؤشر الأداء السياحي تابعة للمجلس الأعلى للسياحة اللي بيرقسه السيد رئيس الجمهورية